ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فيقول المعلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب مذاكرة باب مذاكرة العلم أو باب مذاكرة العلم باب مذاكرة العلم مبتنى أباء العباري باب مذاكرة العلم مبتنى أباء العباري عليش كذلك والخبر لابد وأن يكون مقدرا طيب مذاكرة العلم فماذا يقدر خبرا انتهينا من الباب مذاكرة العلم مرغوب فيه عليش كذلك مذاكرة العلم مذاكرة العلم أي سوى أقوم بإسراء كذلك أنا فعلت أنا كرا جاوة أنا كرا جاوة عن الجريري أو جريري عن الجريري وعبي مسلمة عن أبي نظرة أبي مسلمة أو أبي سلمة أبي سلمة أبي مسلمة لتابع النسطة أقول قوة أقول ذلك وأن ننضبع ونما سينا بس لك نا أقول نتافي الناجارة عن أبي نظرة عن أبي سيدنا القدر رضي الله أهل قال تذاكروا الهديثة فإن الهديثة يهيد الهديثة وي مذاكره الهديثي كانت هديثي كتاب هديثي يكي موسى هديثي كي كتاب هديثي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعوان أنا أبي بشر أنا أبي نظرة أنا أبي سيدنا القدر رضي الله أهل قال تذاكروا الهديث فإن الهديث يهيز الهديث قال أخبرنا أبو معمر عن هشيم عن أبي بشر عن أبي نظرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله أهل قال تذاكروا الهديث فإن الهديث يهيز الهديث قال أخبرنا أبو معمر عن أبي معاوية عن العمش عن أبي بشر عن أبي نظرا عن أبي سعيد وابن عليا عن الجريري عن ابي ندرع عن ابي سأيد قال اخبرنا ابو مسلم يعني عن ابي ندرع عن ابي سأيد وفيه كلام اكثر من هذا قال اخبرنا محمد بن احمد قال حدثنا صفيان عن امر قال قال لي طاوس اذهب بنا نجالس الناس لا وجه تزول موظورنا من امين يقولوا ما موظورنا من امين قال أخبرنا إسماعيل بن عبان قال حدثنا يا عقوب ابن عبد الله القمي قال حدثنا جعفر بن عبد المغيرة عبد المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تذكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ هذا الحديث يقول القرآن أنه حدث القرآن أرغى أنه حدث أما حديثي فهو ينزعك تيرس بأي لوكة وإنكم إن لم تذكروا هذا الحديث ينفلت منكم ينفلت منكم ولا يقول لنا أحدكم حدث أمس فلا أحدث اليوم قال موتين يجي أجينا يا مقرآتنا كان تدقوا حديثي بل حدث أمس حدث 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 أمس ولتحدث اليوم ولتحدث غدا ولتحدث غدا كي يجي كي يوكي بلما حابلنا حديثي كي سوكي للمذاكرة قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندل بن علي قال حدثني جعفر بن أبي المغير قال حدثني سعيد بن جبير قال قال بن عباس رضي الله عنهما رجو الحديث وستذكروه أميمة حديثي أيها المذاكرة فإنه إن لم تذكروه ذهب إما أقول أميمة أي سيئة بي ولا يقول أن رجل لحديث قد حدثه قال موتين يجي وأن حديثنا كان تدش قد حدثه مرة فإنه من كان سمعه يزداد به إلما وانددا يتبجي إنك كانت زيكار إلما ويسمعه من لم يسمع والذي زوته وبأقول شي مازي مازيز قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنباءنا أبو عوانا أن يزيد بن أبي زياد أن أبد الرحمن بن أبي ليلى قال تذكروا فإن إهياء الحديث مذاكرة رأي حديث فينه مذاكرة قال أخبرنا قبيسة ومحمد بن يصف قال حدثنا سفيان عن العمش عن إبراهيم عن القمة قال تذكروا الحديث وإن ذكره حياته قال أخبرنا محمد بن القدامى عن سفيان بن عييرا عن زياد بن سعد قال كان ابن شهاب يحدث الأعراب ابن شهاب الزهري سيدي وجل لا رباو كوي يلا يمس يلا يمس حديث يلا كارتا تدس صبود الشي يكار حدث ابن قال أخبرنا محمد بن سعيد قال عنباءنا محمد بن فضيل عن العمش قال قال اسمائيل بن رجاع يجمع سبيان الكتاب يحدثه يتحفظ بذلك قال اسمائيل بن رجاع ما ترى ما ترى ما ترى ما ترى لا يزيد ما ترى يا ترى يا مساء لا تفهم تو لا تفهم بشي ينا مذاكر قال أخبرنا قال حدثنا حمار بن زين عن عبي عبدالله شقري عن إبراهيم قال حدث حديثك من يشتهيه ومن لا يشتهيه كمسو حديثي وانا كي سونا وانا بايا سونا وانا مقالا تاقشا بمبانا مقاراتونا بك شقرانجا فوان چلساتي اقارتونا تاقشا بمبانا حديثك شيء وانا كي سو خوشي وانا كي لما لمعلم يسونا كي قوانينا على مسيح كي نيا كي بمبانتاوا بما تناقضي اكساموا فإنه يسير عندك كأنه إمام كأنه إمام يقرأ كأنه إمام تقرأه كأنه إمام يقرأ او تنستنجير كمان لمن إلي كراتو إلي ما ينا كراتو ميك فاروح ينا كارمي حدا وانكي بايش ناجيك مفاه ينا كارم قال أخبرنا عبو معمر ومحمد بن سعيد عن عبد السلام عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سميتم منا حديثا فتذاكروه بينكم إن فكا جهاديسي لقا وجمه كديف ويتم مذاكرا سكانه قال أخبرنا عبو معمر عنه شايم قال أخبرنا يونس قال كنا نأتي الحسن ممكن جيوجن الحسن البصري فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا بيننا أو تكاراتو ممكن تفليسي مجمونا مذاكرا سكانه قال أخبرنا سرقة بن الفضل قال أحدثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارس عن هنين بن أبي حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا أراد أهدوكم أن يروي حديثا فليرجده صلاة قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أحدثنا محمد بن فضيل عن يزيدا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إحياق الحديث مذاكرته فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أعيته في صدري قال قد مات إحياق الحديث مذاكرته رأي حديث شين مذاكرة وقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله أو كم من حديث أعيته في صدري كان قد مات إيتي حديث سيدا وليك رأي من أجزة الجنة ودانا من تنس قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال هدثنا محمد بن فضيل عن أبيه قال كان الحارث ابن يزيد العكلي وابن شبرما والقعقاب يزيد ومغيرا إذا صلّوا الإشاء الآخرة إنسوا كيصلى الإشاء جلسوا شلشقه فلم يفرق بينهم إلا أذان السبه جلسوا نعتك ولمسألوا لنا فكه كان سعكر الصلاة خير من النوم قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال سميت شريكا ذكر الليث عن عطاء وطهوس ومجاهد قال عن اثنين منهم لا باس بالصمر في الفقه با ما نعاشتا رأيه فهو تشمل عقوبنا ما يصنل الإشاء إيتي أئم مگنا إنزل چلين علمي مذاكر علمي إيتي باب الليث قال أخبرنا محمد بن سعيد قال هدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال لا باس بالصمر في الفقه باب الليث لأي تتتت ونمسألوا لين فكه وبايا صلى الله إشاء قال أخبرنا محمد بن سعيد قال هدثنا حفظ عن ابن جريد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما تجارش العلم ساعة من الليل خير من إحيائها ويأذونا انا تتتت ونمسألوا لين علمي اواتي يا فكرايا والننجر كان صفا قال أخبرنا أبو معمر ومحمد بن عيسى عن هشيم قال عن بعنا حجاج عن أطاء قال كنا نأتي جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما مكجيو جابر ابن عبد الله نمائل فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا فكان أبو زبير أعفظر لحديثه إذا خرجنا من عبد الله عنهما شهي سورة ننزو ليناء كرد هديثة ينا تحدي سينا هرشي لأكي غاية قال مروان جعل يتذاكر الحديثة قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أحدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسها عن الزهري قال كنت إذا لقيت أبيض الله بن عبد الله فكأنما أفجر به بحر أي إنها جشي كمن كون نجي فساد بحر إلي من سا سيقر إلي من نا كذا قال أخبرنا محمد بن حميد قال حقثنا جرير عن عثمان بن عبد الله قال كان الحارث الأكل وأصحابه يتجالسون بالليل ويذكرون الفقه قال أخبرنا أبو نعيم قال هدثنا أبو إسرائيل عن عطاء بن الصائب عن عبيه روا عن أبي الأهوس عن عبد الله رضي الله عنه قال تذاكروا هذا الحديث فإن حياته مذاكرته قال أخبرنا أبو نعيم قال هدثنا المسعود عن عون قال قال عبد الله رضي الله عنه لأصحابه لا ليسكد أخاه فيمشي في طلبه إلى أقصر كوفة حتى يلقاه قال فإنكم لم تزالوا بخير ما فأنتم ذلك قال قال أخبرنا محمد ابن المبارك قال هدثنا الوليد عن العوزاعي عن الزهري قال إمام الزهريتي آفة العلم النسيان وترك المذاكرة آفة النسيان وترك المذاكرة إلا إلم أمن تقوم علينا مذاكرة قال أخبرنا جافر بن عون قال عن بعنا عبو أميس عن القاس قال قال عبدالله رضي الله عنه آفة الهديث النسيان قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن طارق عن حكيم عن حكيم بن جابر قال قال عبدالله إن لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان قال أخبرنا عبدالله بن سعيد قال هدثنا عبو غسام عن الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وآفة العلم النسيان وإضاءته أن تحدث به غير أهلك تزال 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 وإن نسيان وإن سعيد أم من النسيان قال أخبرنا عفار قال هدثنا حمار بن سلم قال عنباءنا أبو حمزة التمار عن الحسن قال غائدة العلم النسيان نفس آفة العلم قال أخبرنا أثمار بن عمر قال عنباءنا كهمس عن ابن بريداء قال قال علي تذاكروا هذا الحديث يقول يمزاكرا وانا الحديث وتزاوروا وزيرتجون فإنكم إلا تفعلوا يدرس إماكو مذاكرا باكو زيرتجون إلا من ذلك قال أخبرنا بشر ابن الحكمي قال سميت ففيانا يقول قال الزهري كنت أحسب بأني أصبت من العلم فجالست أبيد الله فكأني كنت في شعب من الشعاب الزهري يتعايدا أن أضمان من هذه علمي نائك راتناك إننا كيف نزونانا أبيد الله فكأني كنت في شعب من الشعاب فكأني كنت في شعب من الشعاب إننا كنت في شعب من الشعاب فكأني كنت في شعب من الشعاب فكأني كنت في شعب من الشعاب ظهري كنت في شعب من الشعاب قال أخبرنا يزير بن هارون عن حماد بن سلم عن حميد قال قلتني أمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لو جمعت الناس على شيء اتنافنا ما أمر بن عبد العزيز الخليفة الخاليس الراجل فقال ما يسرني أنهم لم يتخلفوا أي ماذا جدالي ما أتي لم يختلفوا ماذا جدالي أتي ما لما فكروا بس صعباني وعي صعباني بس كنت الخيري قال شيء شيء ثم كتب إلى الآفاق وإلى الأمصار ليقضي كل قوم بمجتمع عليه فقهاؤهم أكا 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 قوة سوحة أكا أبند ما لمن سوكهنو أكا أي أي هم فهمتا وعي inside أكا... خلالت سوحة التي تفهم بمجتمع عليه فقهاؤه بابا ما قانا تقول ذاته ما قاما بتقول هم فهمتا قال أخبرنا يزير عن المسعودين عن أبيل عبد الله قال ما أحب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا إبانا صحابا الله بس يصحب عن البعض قال فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة أي إنسو كي إجمائي كان أبو إن كبرش كابر سنة ولو اختلفوا إنسو كي صابان فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة وأن صحابية كذا وأن صحابية كذا وأنك أوقا كايدا أما إنسو كي إجمائي كأبو كبر وأنك أكون أبو كابر سنة هم فهمتا هل أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن قال لي أغثمان بن عفان يقول سيدنا أغثمان بن عفان إن عمر رضي الله عنه قال لي شي سيدنا عثماني إن كبه عمر يا شي مني إني قد رأيت في الجد رأيك نئنا قال لنشك مسألاً كاكا جد أجد نقول رأي فإن رأيتم أن تتبئوه فاتتبئوه إن كن قيادات موقن وقن أوكا فإي قال عثماني شيء عثماني إن التبئ رأيك فإنه رشد إن من برأي كده يديني وإن التبئ رأي الشيخي قبلك فنئم ذو الرأي كان إن كوا مكانوا يريد سيدنا عبو بكر شي ما ده يديني قال وكان عبو بكر يجعله أبد سيدنا عبو بكر أتكي مسألة الجدى أتكي مسألة الجدى أتكي نبو قادو شي يادوا يكي كاكاة مسألة جدى أتكي فرأيك إن شاء الله أنا جتنيندس كي نفيها كو باب في العرض باب لزنا العرض حني أتا رويت حديث لأشير زدنا كرانتاوة في منا كرانتاوة و سيمتين يزوجة مالا مين مالا مين كرانتاوة مش حديث يهي كوكوين أوكوين تفزي كرانتاوة مالا يجي يهي كرانتاوة مالا يجي يتبتد شمايا يسير زي يعني هذا إذن يزير ودونا يعني على العرض كرانتاوة لزاموة مثالا ديكاو إن شاء الله قال عمرنا إبراهيم ابن المنظر الحزامي قال حدثنا مروان ابن معاوية قال حدثنا عاسم الأحول قال عردت على الشعبي أحاديث الفقه فعجاز آحالي لا زوجة مالا مين الشعبي لكوه أحاديثاً لك دنگر تکاده فيكي هو لا كرانتاوة شاء لا كرانتاوة نا كرانتاوة إمي أجازة حيدة كرانتاوة لكن ما لدينا سواء بأعا فإنه ملسك في بلسك بفتح الزمان هذا ما لدينا سواء لماذا لم تنترون سواء ببء لماذا لم تنترون سواء بالنسبة أن أتحدث سواء هناك من أن ينقل سواءالك قال أحبننا إبراهيم بن المنظر قال أحدثنا صفيان بنه ييناء قال قال ، ، قلت لأمر بن لنار ، أسامي تجابر من عبد الله يقول ، ، يقول ، , سمع إمر بن لنار ، ! قال ، ، نعم ، قلت ، قال أخبرنا إبراهيم ابن المنظر قال حدثنا سفيانو قال قلت لأبد الرحمن ابن القاسم نافر مع عبد الرحمن ابن القاسم المالكي أسميت أباك يحدث عن عائشة فهج ما هي فيك هنا هديث لك عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبل وهو صائم قال نعم قال أخبرنا الحسن ابن أحمد قال حدثنا مسكين ابن بكير قال حدثنا شعب قال كتب إلي منصور بهديث فلقيته منصور يا ربط منه هديث سينها بالشيء فقلت أحدث به عنك هديث نكربط منه إن نجي نرويته لك غريك نجي نوجي نرويته قال أوليس إن كتبت إليك فقد حدثك أعبك سنتي وإن المتامك نايمك هديث مني قال وصعلت أيب الصخطياني فقال مثل ذلك نتا أيب الصخطياني من يحدثك قال أخبرنا زكريا ابن علي قال عنبان عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهوري قال عرلت عليه كتابا فقلت أرويه أنك ناك رجل كافي أو جيش سينها رويته لغريك ومن هدثك به لي قال ومن هدثك به لي سأفوه بندني أفوه لما قلنا هديث نزكر سينها رويته قال أخبرنا إبراهيم ابن المنزل الحزامي قال حدثنا داود ابن أطاء مولى المزنيين قال حدثنا هشام بن عروى عن أبيه قال عرض الكتاب والهديث سواه قال أخبرنا إبراهيم ابن المنزل قال حدثنا داود ابن عطاء عن جافر بن محمد عن أبيه قال عرض الكتاب والهديث سواه ينزلنا كتاب والهديث سواه قال أخبرنا إبراهيم ابن المنزل قال حدثنا داود من عطاء أن جافر بن محمد عن أبيه قال عرض الكتاب والهديث سواه قال أخبرنا إبراهيم ابن المنزل قال حدثنا داود بن عطاء قال كان زيد بن أسلم يرى أرض الكتاب والهديث سواه وكان ابن أبي ذئب يرى ذلك قال أخبرنا إبراهيم قال حدثنا مطرف عن مالك بن أنس أنه كان يرى الأرض والهديث سواه باب الرجل يفتي بشيء ثم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ملتين يا فتوى هناك مسألة سيكون يزيدين أنت ايقى أبن المنزل الله يفعله سيئد بر أبن المنزل وكان يتغني أن يتغني أبن المنزل الله يفعله شيني داود أنا فهمتا قال أخبرنا قبيصة قال حدثنا سوفيان عن العامش قال كان إبراهيم يقول يقوم عن يساره فحدثه أن سماء الزياد أن ابن أباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه فأخذ به يعني اكبر نعم هذا فتوى مجموز الصلاة يبقى 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 يقول ابن الأباس يعني حذر يقول الله يقول صلاة لخبرنا يقول ونسؤل يقول يقول قال أخبرنا محمد بن حميد قال أحدثنا هارون بن المغيراء عن عمبس ابن سعيد عن خالد بن زيدن الأنصاري عن أقار بن المغيراء ابن شعوبة عن أبيه المغيراء ابن شعوبة قال نشد عمر الناس أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحدثنا منكم في الجنين سيدنا عمر إتارة جمعاتي لا أقول الله ويجي أبن المغيراء فلا يفضحني أنت يتعيق انت يتعيق انت يتعيق انت يتعيق انت يتعيق فقام المغيراء ابن شعوبة فقال قضا فيه عبدا أو أمدا سيكون تبقى ما يمكن أمن تحدثونه أنا تقول سيكون أبن المغيراء فلا يفضح فنشد الناس أيضا سيكون فقام المغيراء فقام المغيراء عليه مغيراء فنشد الناس أيضا سيساككما ما يعتق فقام المغيراء فقام المغيراء سيودعك زلتن وكنش أكسش أكسش بيانه وقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم علي غرة عبدا أو أم فقلت أتقضي علي فيه فيما لا أكل ولا شرب ولا استهلا فقام المغيراء فقام المغيراء فهواء وفهم فهواء ما فهم فهواء وتنسقط فهم فهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بشيء معه وفهم وفهم فيه فيه مغيراء وفهم 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 يساك يفهم يساك لأنه يفهم لأنه يفهم أو قال أخبارنا سيد من عامر قال قال سلام يذكر عن أيب قال إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره ولا ما أوليني سبحث سبحث إنك ناس كسن كسكر مالا منك فجأك جيوان مالا منك إنك راسون كسن كرم مالا منك فجأك جيوان مالا منك كأولا منك قال أخبارنا عفانو قال حدثنا حمال بن زيري قال حدثنا أيوب قال تذاكرنا بمكة الرجل يموت إنك مهي زونة مهي مزاكرا أمك متن يا موت أو أتكسا أو أتكسا ما تنسة أنا أتكسا يوشني ذاتي تكب رد يموت ورد لاباري إزومتا فقلت عدتها من يوم يأتيها الخبر وأنه يسي أي إدد تزيفارا لنجر رد لاباري إزومتا يا موتبا يموتا هدكو بيرقوشنا سي لاباري إزومتا سيت فارا إدا ينزو لقول الحسن وقتالا وأصحابنا صبر الحسن وقتالا مذهب سكينه قال فلقيني طلق ابن هبيب العنزي فقال سيتي وننبا والألم بابو ما لم يهدوني سيتي إنك علي كريم وإنك من أهل بني من أهل بلد العين إليهم صريعا أي كان على موتنش أما كي يجاروك وأخوين ميتها وإني لست آمن عليك وإني بزاق من شيء كيفا قال وإنك قلت قولا هاهنا حلاف قول أهل البلد والاست آمن قاش كايما قانا ينزو بيداتي لمذهب المتانيبا فقلت وفي هذا خلاف وفي ذا خلاف اي خلاف كنتي أكوي صاباني أتكيوان نمصال قال نعم إدتها من يوم يموت أي إدت جنافار واني دا رند يموت معنى متمباش يا موت ونوري سيبا يواتا هدود وانا كوبا وكواتا بير ما تنش تساملا بار وانا كوبا نش سوف يقول ، المحركة سعيدة بن جبير آخر السعيدة بن جبير المحركة الرحلة يسرى عدتها من يوم توسيا وسألتم جاهلا فقال عدتها من يوم توسيا وسألتم أباق الأباق فقال من يوم توسيا وسألتمح محمد بن سهيد فقال من يوم توسيا قال وحدثني نافع أن ابن أمر رضي الله عنه ما قال من يوم تغفية وصميت عكرمة يقول من يوم تغفية قال وقال جايب ربون زيد من يوم تغفية قال وكان ابن عباس يقول من يوم تغفية قال حمال وصميت ليط يحدث عن الحكم أن عبد الله بن مسؤول قال من يوم تغفية قال وقال علي من يوم يأتي هالخبر قال عبد الله بن عبد الرحمن اقول من يوم تغفية ثم يسرى اكتش انج علية من يوم يأتي هالخبر اكتش ان لا باري ياغون الشك ان لا باري يزو يكيني اي يا رسولوك تغفية تغفية انا من يوم تغفية اما امي جنك يا رسول اما كمان كذا اما كمان كذا اما كمان رانا كذا كما وطا كذا با تباس تسير تفارع لك رد في جنابان انا 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 باب الرجل يفتي بالشيء ثم يرى غيره قال أخبرنا أحمد بن حميد قال أحدثنا ابن المبارك همى عمر أنسي ماك بن الفضل أنوهب بن المنبه أن الحكم ابن مصعود قال أتينا عمر في المشركة فلم يشرك منذ وجه سيدنا عمر مسألة المشركة فلم يشرك بإبي باتق وميبا ثم أتيناه العام المقبل فشركة بديكم سي مكذو مش سي تنزون ترأي فقلنا له فقال تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضيناه تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضيناه باب في إعظام العلم باب في إعظام العلم قال أحبرنا يقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا حجاج الأسود قال قال ابن المنبه كان أهل العلم فيما مضى يدنون بإلمهم على أهل الدنيا يدنون بإلمهم على أهل الدنيا في إلمهم فيبذلون لهم دنياه وإن أهل العلم اليوم يدنون بإلمهم على أهل الدنيا وإن أهل العلم اليوم كيف أحبرنا علم Ly إنكلم لهم يعطونك أحبب نفسها مرها gav Rithrob علينا قتkat أن أخيرا معالفان ا messages أي اخرج أي ضرب ف jersey أي حديث ، هذه هي قدر تعonic هذه القدر لقد علمت canel تنفي یاد شهر arr أحد فظهد أهل الدنيا في علمهم فظنوا عليهم بدنياه قال أخبرنا يا عقوب بن إبراهيم قال أحدثنا محمد بن عمر قال أحدثنا عليهم وهابين الحمداني قال أحدثنا الضحاق ابن موسى قال يتي مر سليمان ابن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة سليمان ابن عبد الملك ابن مروان يهو تيزاش مكة سيبي ومدينة فأقام بها أياما خيزونا مدينة ونكي فقال سيتي حل بالمدينة أحد أدرك آدم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزي مدينة أقوي ونوان ديرسي صحابي فقالوا له أبو حازم أقوي ما لما أقوي أبو حازم فأرسل إليه تيكو أتي يزو فلما دخل عليه جي أبو حازم يزو أبو حازم بيتاش يا جوجي وسيدين يميش سعرنا سيزو جزام جي أبني ودانا إن شاء الله قال له يا أبو حازم ما هذا الجفاء إن أزوه يقول يا أبو حازم ونهر ملاء كنشكي ونهر ملاء كنشكي ونهر ملاء كنشكي أقول منشكو منشكو أبو حازم ونهر ملاء كنشكي قال أبو حازم يا أمير المؤمنين وأي جفاء رأيت مني قال أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتي من يمتعلم مدينة وإننا كنشكو دمي قال يا أمير المؤمنين إتياكي أمير المؤمنين وعيذك بالله أن تقول ما لم يقول ما سألني لك الله كفدئة بندبي كسن شيبا ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك بكسنني بسي يوم كما داع نيبان تبغنين كفا تقول كاسو أزوه مشاولا كانت ما عرفتني جد تارون دزائي وجمتواني وجمينيني دمينيني إن دي أقوي إن سياسة دمنيا إن كاسوا دماس كذا كذا والله لنكاجي نجيبو كتوري كذلك ما عرفتني ما عرفتني يا أمير المؤمنين دعا بكسنني 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 نيبان تبغنين كفا بيتي بانسل كفا نيازيه كسر نيازيه كسر نيازيه نيازيه أما بيتبغنين شبا نيبان تبغنين كفا ولا رأيكو قال فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري أمير المؤمن الشيخ هو يقول ابن شهاب الزهري دي أقمال بنتكس كيكي فقال أصاب الشيخ وأخطأت قال سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموت شيخ أمير المؤمن يقول يا أبا حازم ليس سأبكي كمتواني قال لأنكم أخربتم أخربتم الآخرة وأمرتم الدنيا سبونا كنروس الأخيرا كجار دونيا فقهرتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب إيسا باقوة سنقطاش لك إنكو كجنا إنكو كرانا جواب قال أصبت يا أبا حازم شكاي جيدين فكيف القدوم غدا على الله شكاي يا أعزاء كبارتوزو أخبران الله يا أعزاء قال أما المحسن ليتشيري ما لنا عند الله يجب الصني بمي مكي لشيوجان الله قال سيتي يد ذاكي كصابي لشيوجان الله عرض عملك على كتاب الله فإنه يجيري ما لنا عند الله يجب الصناعي ويجب الصناعي يا أبا حازم قال أبو حازم رحمة الله قريب من الموصنين أنا جوانا مناظرة قال له سليمان يا أبا حازم فأي عباد الله أكرم قال لين يفي درجة اتنباين الله قال أولو المرؤة والنهى ماسوحان كليل متنج قال له سليمان يا أبا حازم فأي الأعمال أفضل يا أبو حازم يا أبا حازم قال أبو حازم أداء الفرائض معجتنا بالمحارب قال سليمان فأي الدعاء أسمع إتكوة الدعاء ألا يتشور عليه في جي قال أبو حازم دعاء المحسن إليه دعاء المحسن إليه للمحسن الدعاء ونكتو تتامه إما الدعاء إتكوة الدعاء قال أبو حازم قال فأي السلقة أفضل ويتي ويتي سلقة أتكفي قال لسائل البائس وجهد المقل ليس فيها من ولا أذى للمحسن إليه ترجوه ترجوه جيدة ترجوه ترجوه الصدق مؤمنين قال رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليه قال فأي المؤمنين أحمق قال رجل إن حتى في هواء فيه وهو ظالم فباء آخرته بدنياه أيها الشعر أزل أحمق الله إلى أسالة نقول أزال احمق الي negative ثاب في الدين كل ما أشهر وهو ظالم بطاعة الحلق كيف يلد أسالة كنiernة؟ ترجمة 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 نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر